وينضم إلينا من بروكسل رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث يا سيد رمضان هذه الدعوات تأخذ في الاعتبار البرلمانية في أوروبا لكن السؤال هل أوروبا جادة في معقبة توركيا؟ أم هي فقط محاولة للضغط تقف عند حدود الضغط أو التفاوض أو المقايدة؟ أردوغان على خطى إيران في سفزاز المجتمع الدولي وأوروبا بالذات ويبدو أن الصبر الأوروبي قد نفذ بالفعل على تصرفات والإجراءات والانتهاكات التي يقوم بها أردوغان والعنوان الكبير اليوم في أوروبا هو أخيرا تم التوقيع على الإطار القانوني لحزمة عقوبات وتركت مفتوحة هذه حزمة العقوبات التي سوف تنتج عنها قوائم سوداء يتم إدراج شخصيات وكينات وشركات وتجميد أصول ومنع من السفر هذه الإجراءات إذا ما تم تطبيقها ونعتقد أنه سوف يتم تطبيقها قريبا جدا سوف تعزز الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها أردوغان وكل تهديداته لمواجهة أوروبا أو لردع الاتحاد الأوروبي ومنعه من اتخاذ خطوات عقابية هي تستفز الأوروبيين أكثر في أكثر تركيا اليوم هي أبعد ما تكون عن الوصول إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي كل التقارير وحتى المؤتمرات الخاصة التي تدور في أرويخ البرلمان الأوروبي وفي المفوضية الأوروبية أردوغان يا سيد رمضان هدد بإيقاف المحادثات المتعلقة بمسألة دخول في العباءة الأوروبية نهائيا هذا التهديد كيف تقرأه؟ هل حالة استقوى ربما غير مبررة؟ أم هي حالة يأس أصلا من دخول العباءة الأوروبية وهي مغلفة بهذه الكلمات؟ هذا خطاب استغباء لقواعده الشعبية كيف يهدد وهو الذي يقدم الطلب؟ أوروبا لم تطلب منه الانضمام ليهددها بوقف طلبه هو الذي يتقدم بطلب الانضمام وفي كل جفاق اليأس من حلم طالما تحدثت عنه تركيا ليس يأسا هناك معطيات على الأرض معطيات لدى الأوروبيين تقول لأردوغان أن هناك بطارية عمل يجب أن يلتزم بها الملف التركي وهناك معايير يجب الالتزام بها وتركيا اليوم هي أبعد ما يكون على تطبيق هذه المعايير لكي يكون ملفها قابل للنقاش ملف تركيا لانضمام تحدي الأوروبي اليوم ليس مؤهلا لأن يكون مرشحا وليس لطلب العضوية هناك تحديات كبيرة سوف يواجهها أردوغان الأربعاء القادم هناك مؤتمر ضخم في أروقة البرنامج الأوروبي سوف يناقش سياسة أوروبا الجديدة تجاه تركيا وأعتقد أن هذا المؤتمر سوف يخرج بتوصيات صلبة وحدة أردوغان في أسوأ حالاته بالنسبة للعلاقة الأوروبية التركية أيضا الأوروبيون ليسوا غافلون على التقارب الشديد بين تركيا وروسيا العدو التاريخي لأوروبا أو الجار الغير محبوب للأوروبيين بالإضافة إلى التهديدات المتكررة على لسان أردوغان بفتح الحدود الأوروبيون اليوم هم أكثر جاهزين لاستيعاب كميات المهاجرين إذا ما تم تنفيذ تهديدهم أما ورقة الدواعش فهو استفزاز خطير جدا يأخذه السياسة الأوروبيون على محمل الجد ولن يغفروا لأردوغان لذلك تم توقيع على الإطار القانوني لحزمة العقوبات وأيضا في القريب العاجل سوف توجه رسائل أكثر حدة سوف تعمق جراح الاقتصاد التركي من قبل الاتحاد الأوروبي أردوغان يوجه رسائل إلى الداخل التركي لخروج من عدة أزمات ويعتقد أنه يهدد أوروبا وأن أوروبا سوف تتراجع الصبر الأوروبي قد نفذ اليوم لدينا قيادة أوروبية جديدة عقبة موغريني المتساهلة قد انتهت هناك تناسق في أراء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلماء الأوروبي في مواجهة أردوغان وضحت شكرا جزيلا ضيف الغدمان بروكسل رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحث ترجمة نانسي قنقر